على الرغم من العنف الذي جوبهت به ثورة تشرينة في العراق والتي تسببت باستشهاد مئات وعصابة آلاف فضلا عن اعتقال آلاف آخرين من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلا أنها لم تفقد بريقها بشأن مطاربها التي خرجت لأجلها محاولات حكومية متواصلة راهن بعض المسؤولين فيها على عامل الوقت ويأس المتظاهرين وتركهم ساحات الاعتصام إلا أن الواقع على الأرض كان مزيدا من الإسرار على مطلب إسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة في العراق ما نتعب مننا للموت 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 أبد أبد ما نتعب السلمية باقي رافعين على ما يساووا النحل وأكد المتظاهرون أن قوى العملية السياسية في العراق لجأت إلى خلق أزمات جديدة لصرف الأنظار عن الاحتجاجات بمطالبتهم القوات الأمريكية بالخروج بعد إخفاقهم في الإجهاز على الثورة في تخرب تظاهراتي والطالب لي بخروج الاحتلال اللي هو راح يفرض علينا عقوبات واللي ما تعرفون شنو عقوباته اللي راح ترجعنا للصفر يعني كيكة الميلاد لطفلك ما راح تقدر تسويها بانطرون تشتري بشكل العالم وقميص ما راح تقدر تسوي راح ترجعون لنا قرن لي ورا إحنا نطالبكم أنتم أول شي فاقنين للشرعية أنتم وبرلمانكم أنتم وحكومتكم فاقنين للشرعية ما تمثلون شعب وعلى ما يبدو فإن عامل الوقت الذي تراهن عليه الأحزاب والقوى السياسية أخفق أيضا في إخماد التظاهرات نهائية ما يملون حتى ذا يبقون شهر شهرين ثلاثة حتى ذا سنة إلا أن نحقق الهدف الهدف مو أنه لكل العراقين يعني قاعد بيته والجاي هنا جاي يساعدنا ويشاركنا من أجل خدمة البلد هذه الحكومة أريد تغيير ما أريد لا مسائل تلقيعية ولا أجيب هذا ولا أريد هذا أريد حكومة جديدة متظاهر ساحة التحرير في بغداد أكدوا عزمهم على طرد جميع الأحزاب الفاسدة التي تسيطر على العراق ومقدرته هذا الاختراق اللي صار سبب الأحزاب الفاسدة سبب الأحزاب الفاسدة اللي أكتمت على صدود العراقيين مقارب أكثر من 13 عام هذا الاختراق السيادي نتيجة المحاصصة ونتيجة الفسادة للمستشرف دوائر الدولة اليوم الشعب العراقي مو بس يطالب بعمل ولا يطالب بوظيفة لا اليوم الشعب العراقي يطالب بطرد الأحزاب الفاسدة اللي وصلت هذا البلد إلى هاي المرحلة ثم تام يؤكد أن فرصة تثورة تشرين في إنقاذ العراق باتت الآن أكبر في ضوء المجابهة بين أمريكا وإيران لأنهما كان وما زالت داعمين الرئيسين للعملية السياسية وأحزابها الفاسدة